اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والصحة والسكان والزراعة والاستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطع الأعمال والنقل ورئيس المخابرة العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماعات نول متابعة مجمل أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي ومنذ فبراير الماضي حيث جاءت تلك الرئاسة تتويجا لجهود مصر على مدار السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وتجسيدا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية ووجه السيد الرئيس بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية الأشقاء ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها وكذلك تسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة والانخراط بفعالية في صياغة تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول الإفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها خاصة الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن في إفريقيا آخذا في الاعتبار محاور أجندة التنمية الإفريقية 2063 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 المترجم للقناة